حمل وزير الكارجي بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفضي إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطيرة الذي تشهده المنطقة جراء العدوان على قطع غزة وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية والاختيالات السياسية وطلب الوزيران مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانه على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي وأكد الوزيران ضرورة العمل على تهدئة للحيلولة دون انزلق المنطقة إلى صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط لسيما بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وأدان الوزيران في هذا الصدد لاختيالات السياسية كما شدد على أن الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة وانهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها